أسابيع من القلق عاشها سكان جزيرة هونغا تونغا إثر ثوران بركان تونغا تحت البحر فقد أدى البركان إلى إلغاء عدد من الرحلات الجوية إلى الجزيرة الواقعة شمالية العاصمة نوكو ألوفا كما اضطرت إحدى الرحلات إلى تغيير مصارها إلى سموة والعودة إلى نيوزيلندا ليس صحيحا أن يكون البركان أثر على الرحلات الجوية دائرة السياحة حاولت طمأنة السياح وقالت إن النشاط البركاني في انحصار وإن الوضع سيعود إلى طبيعته ويعد بركان تونغا واحدا من ستة وثلاثين بركانا ناشطا في منطقة حلقة النار تحت سطح المحيط الهادي وسبق أن ثار في عام 2009 وبلغ ارتفاع رماده البركاني عشرين كيلومترا عقبه زلزال قوي ضرب المنطقة بقوة سبعة وستة عشر الدرجة على مقياس رختر وهما دفع رابطة رصد نشاط البركاني إلى دراسة مدى العلاقة بين ثوران البراكين والزلازل في محاولة للكشف عن وقت نشاطها بشكل أدق ويجد العلماء حتى الآن صعوبة في الكشف عن نشاطها البركاني حتى مع مساعدة الهواتف المائية وهم يعزون ذلك إلى انفجار معظمها على عمق يزيد على كيلومترين وغياب صوت غليان الماء بسبب ارتفاع الضغط في الأعماق أسابيع من القلق عاشها سكان جزيرة هونغا تونغا إثر ثوران بركان تونغا تحت البحر فقد أدى البركان إلى إلغاء عدد من الرحلات الجوية إلى الجزيرة الواقعة شمالية العاصمة نوكو ألوفا كما اضطرت إحدى الرحلات إلى تغيير مصارها إلى سموة والعودة إلى نيوزيلندا ليس صحيحا أن يكون البركان أثر على الرحلات الجوية دائرة السياحة حاولت طمأنة السياح وقالت إن النشاط البركاني في انحصار وإن الوضع سيعود إلى طبيعته ويعد بركان تونغا واحدا من ستة وثلاثين بركانا ناشطا في منطقة حلقة النار تحت سطح المحيط الهادي وسبق أن ثار في عام 2009 وبلغ ارتفاع رماده البركاني عشرين كيلومترا عقبه زلزال قوي ضرب المنطقة بقوة سبعة وستة عشر درجة على مقياس رختر وهما دفع رابطة رصد نشاط البركاني إلى دراسة مدى العلاقة بين ثوران البراكين والزلازل في محاولة للكشف عن وقت نشاطها بشكل أدق ويجد العلماء حتى الآن صعوبة في الكشف عن نشاطها البركاني حتى مع مساعدة الهواتف المائية وهم يعزون ذلك إلى انفجار معظمها على عمق يزيد على كيلومترين وغياب صوت غليان الماء بسبب ارتفاع الضغط في الأعماق موسيقى 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 موسيقى